السلام عليكم الله بالخير اليوم السبت وموضوعنا كالعادة سياسي كل سبت في ظل الهدوء لتعيشها المنطقة والله الحمد مرحلة ترقب وتحول وتغير في السياسات بعد تغير الإدارة الأمريكية وتغير الإدارة أيضاً الإسرائيلية أو رئيس وزراء الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية وتغير الرئيس الإيراني وتغير عدة وجوه في المنطقة في ترقب وتحول في السياسات هذا يعيد إلى الأذهان ما ذكر البعض حول حتمية التطبيع مع إسرائيل أو العلاقات مع إسرائيل لما كان البعض يروج لهذا الأمر ويقول أن الكل سيطبع حتماً وكلكم يعيكم الدور وكلكم راح تطبعون كنا نقول ليش حتماً شنو اللي يخلي الكل يعني سيطبع فيقولون هذه موجة آتية وعاتية ورح توصل للجميع والتعداهم لكن في الواقع السياسة ما فيها شي حتمي وإحنا اليوم شفنا أن تغير ترامب وتغير نتنياهو طفوة خنقول وهج العلاقات مع إسرائيل بالإضافة لأن إسرائيل استعرضت أو عطت كل اللي عندها لأول دولة سويت معها علاقات في المنطقة وهي الإمارات بعدين لما سويت علاقات مع البحرين ما لقى اتفاقيات يعني تسويها مع البحرين شيء بسيط شيء يعني لا يكاد يذكر وبعدين ما لقى شيء تقدمة للسودان أو المغرب اللي أتوا تالياً فبالتالي كل البروبغندا اللي كانوا يسوقون لها الإسرائيليين بأن الدول اللي راح تسوي معها علاقات راح تستفيد وأن فيه تبادل تجاري وتبادل خبرات وإلى آخره وحماية ومش عارف إيش كل ذهب أدراج الرياح وكل انكشف مع مرور الوقت بل أن أكثر ما انكشف هو جهل البعض السياسي اللي كانوا يروجون وسوقون إلى أن العلاقات ستتم من قبل الجميع مع إسرائيل وهذا أمر طبعاً كان يقولون أنه حتمي واليوم تبين أنه ليس بحتمي بل تعد أكثر مما كان سابقاً الضغط اللي كان موجود من الإدارة الأمريكية انتهى الشغف لدى الإدارة أو لدى الحكومة الإسرائيلية انتهى راح مع نتنياهو ومجموعة نتنياهو اليوم شفنا بحريني حتى سألت عنه في البحرين ما حد عرفه أبداً شخص مجهول يمكن يحمل جنسية بحرينية يمكن ما ندري لأنه مسوق قبل لشخص أنه إماراتي وهو ليس إماراتي ولا حتى جنسية عربية أصلاً فيبون أي حد يربطون فيه الإعلام الإسرائيلي يربط فيه أن هناك صلة بين بين المجتمعات الخليجية والكيان الصهيوني أن هناك قبول شعبي وهذا غير صحيح أربع خمس أشخاص ليس لديهم أي وعي أو إدراك سياسي مجتهدين يعتقدون أنهم يخدمون أوطانهم يطبلون هنا وهناك وتلقفون الإسرائيليين بالأحضان وربما حتى هذا لم تطلبه منهم دولهم اللي سويت علاقات دولهم اللي سويت علاقات ربما لديها رؤية لديها مصالح ربما لديها مصالح مع الأمريكان لديها تصور معين لكنها لم تطلب من أحد أن يطبل بهذه الطريقة فإحنا اليوم نرجع مرة ثانية ونقول أن يعني كانوا وقت يسألوني يقولوا ليش ليس حتمي أنا أقولهم ليش حتمي ما في شي حتمي إلا الموت ما في شي حتمي إلا يوم القيامة غير هذا لا يوجد شي حتمي في الدنيا فضلا أن يكون هناك حتميات في السياسة السياسة ما فيها أي شي حتمي السياسة تتغير بتغير الظروف بتغير الأشخاص بتغير المصالح بتغير الزمان اليوم إحنا أمام نفس المعطيات إسرائيل تفغط على إيران أو تفغط على الولايات المتحدة وتتحرك هي منفردة تجاه إيران سواء سوت علاقات مع الخليجيين ولا ما سوتوا علاقات مع الدول الخليجية هي ماضية بهذا التجاه ضد إيران لمصالحها هي اليوم نشوف نحن في حوار بين إيران وبعض الدول الخليجية يعني في تهدئة بين إيران وبعض الدول الخليج ونرى أيضا التصعيد مستمر كل يوم محترق مركز أبحاث نووي كل يوم منفجر مكان حساس وحيوي في إيران يتعلق بالتجارب النووية كل يوم هناك تعطيل لبرنامج إيران النووي من قبل إسرائيل طبعا يوعز لأسباب مجهولة لكن الأمور واضحة وواضحة تماما كان الصهاينة يسوقون أيام أوباما بأن إسرائيل أو الصهاينة والخليج في خندق واحد في مواجهة إيران اليوم الخليج مهد بشكل كبير المواجهة مع إيران وهناك مفاوضات وربما هناك تهدئة أو اتفاقات بينما لا تزال إسرائيل في نفس الاتجاه إسرائيل استخدمت هذا الأمر للتسويق بأنه خنقول يعني توافق المصالح بينها وبين دول الخليج في محاولة دفع الأمور باتجاه الصلح مع إسرائيل وأننا اثنين عداءنا واحد وإحنا اثنين بفغندق واحد فهذا كله كان في إطار التسويق الواقع أن إسرائيل لها خط معين ربما التقت المصالح في يوم الأيام أو تقاطعت المصالح لكن يبقى الأمر بنفس اتجاه المهم أن ما حصل درس لمن قالوا أن هذا أمر حتمي شوفوا اليوم إسرائيل تحتفي وتحتفل ببحريني واحد راح صلى ركعتين أو صلى الظهر في حق المبكة في فعل لا يمت للبحرينيين بصلة ومستنكر من قبل الشعب البحريني أغلبها يعني حتى الحكومة البحرينية لم تطلب من هذا الشخص أن يقوم بهذا الأمر وهو أمر مستهجن ومستنكر وهذا الشخص أصلا مجهول وصرف الإعلام الإسرائيلي على التسويق لهذه الصورة ربما أكبر وأغلى وأكثر كلفة بكثير من هذه الحادثة وهذه الواقع الأمر ما يسوى هذا دليل على أن الإسرائيليين ميتين على العلاقة مع أي دولة خليجية أو أي شعب خليجي يعني بالكاد يجدون شخص واحد يروح إسرائيل وزور إسرائيل فيقوم نتنياهو باستقباله كما استقبله أحد الشباب السعوديين ويصور الإعلام الإسرائيلي هذا البحريني بأنه يعني يصلي عند حائط المبكة ويحتفلون ويحتفون كثيرا بأحداث تافهة ولا تستحق ويرسلون شخص بجنسية أمريكية للكويت ويصور أن إسرائيلي في الكويت أو في الرياض أو غيره فهو بالنهاية بدخل بجنسيته الأمريكية فالتصوير ونشر في الإعلام الإسرائيلي وحتى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يحتفي بهذا البحريني فالموضوع يعني كله على بعض ما يسوى ويدل على أن إسرائيل هي اللي ميتة على العلاقات مع دول الخليج هي التي تريد الاندماج مع محيطها هي التي تريد أو تتمنى أن تقيم هذه العلاقات وليس العكس ولا تريد هي أن تفيدنا بهذه العلاقات وإنما تريد أن تستفيد من هذه العلاقات وإن أبدت غير ذلك في البداية وحاولت تتصور مع الإمارات أنها تريد أن تفيد الإمارات أو تخدم الإمارات أو أن هناك مصالح متبادلة أو مشتركة أو إلى آخره لكن في الواقع أن هي التي تريد هي التي تريد الاستفادة وأن هذا الأمر ليس حتمي كما صورته إسرائيل وكما صدقه بعض السدج اليوم هذا كل ذهب عدراج الرياح واليوم كلنا نشوف ما حصل أو تراجع وتقهقر هذا الاندفاع في العلاقات فأيضا ربما حتى يمكن تأفل أو أتوقع حتى الدول التي سويت علاقات مع إسرائيل أن تبرد وتبهت العلاقة وتصبح مثل علاقة مصر مع إسرائيل مثل علاقة الأردن مع إسرائيل من أيام كام ديفيد وما في أي تطور ولا في أي تفاعل شعبي ولا في أي تفاعل حتى حكومي هي قنوات اتصال موجودة وعلاقات دبلماسية قائمة لا أكثر من ذلك ولا أقل وهذا درس الذي كانوا يقولون أن العلاقة مع إسرائيل حتمية وهو درس يجب أن يعوه أن لا حتمي في السياسة درس